الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أنا إن شاء الله في ختام الحلقة دار أعلق على حدث اتناولت وسائل الإعلام ومنهم من علق عليه تعليقا صحيحا ومنهم من تحامل وظلم وتجنى وعلى كل إنما أمرنا الله سبحانه بالعدل قال تعالى إن الله يأمركم بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحساء والمنكر والبغي الحدث كالآتي واحد في كسلة يزع منه داعية وهو ما داعية هو تكفيري دخل المسجد من المساجد طلب من الإمام يقدم نصيحة الإمام بتاع المسجد رفض له قام ذاك طلع سكين ضرب الإمام ضرب مجموعة من المصلين منهم من مات رحمه الله تعالى ومنهم من هو حي وهو الآن في المستشفى يتلقى العلاج والحدث برمته يمثل جناية على الدين الإسلامي في الأول وجناية على حقوق المسلمين الأحياء والذين ماتوا على يد ذاك الشاب أو الشيخ أما الجناية على الدين الإسلامي التي ارتكبها هذا المتسبب أو القاتل أو البيزع منه داعية الجناية على الدين نمر واحد أنه يقتل أنفسا بريئا قال تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ما يجوز تقتل نفس معصومة لو كانت مؤمنة جريمة كبيرة لو كانت نفس كافرة ومعصومة الدم برضو حرام ما كل كافر يقتل أعرف المعلومة دي لابد يعرف كل مسلم والدعاء بالذات ما كل كافر يقتل قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل زميا أو معاهدا أو في رواية مستأمنا لم يرح رائحة الجنة ده كافر الزم المستأمن كافر والزم كافر ما يقتل لأنه ليس محاربا إنما يقتل الكافر المحارب ويقتل من وراء السلطان لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام جن يتقى به ويقاتل شنوه من ورائه أنت بتقاتل بإذن السلطان مع السلطان فأكبر جريمة أو من أكبر الجرائم الارتكب هذا كأنه يقتل لناس أبرياء موجودين في المسجد كتلوا بياتوا مبرر لو سألوا سؤال وذاتوا مات كتلوا الناس بعد ذاك لو سألوا أنت كتلت أن نازل بأي مبرر شرعي استبحت باو دماؤهم النبي صلى الله عليه وسلم وقف على بعيره على ناكت وناد الصحابة قال أي يوم هذا قال أليس يوم النهر أي شهر هذا أليس شهر الحرام أي بلد هذا أليست البلد يعني مكة قال ألا إن دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام حرام طيب بأي مبرر شرعي استحل دماؤ هؤلاء المصلين ده الناس في المسجد يقول ليه ده الكفار كفار قاعدين في المسجد وطيب المسلمين وين قال الكفار قاعدين في الصفة الأول في المسجد وين المسلمين طيب بياته مبرر قتل النازل ما عنده أي مبرر إلا الفكر التكفيري اللي يحمل هو ده الناس تكفيرين بيحملوا أفكار إن الحكومة كفرت والشعب الذي أطاع هذه الحكومة وسمع وأطاع للحاكم والشعب الذي تحاكم لهذا الحاكم عندهم كافر ده عقيدتهم كده التكفيرين وبالتالي هو يستحل دماء هؤلاء الأبرياء الموجودين داخل المسجد قتلوا ده جريمة نمرأ اتنين ارتكب جريمة أخرى في حق الدين الإسلامي كونه يصور للمجتمع المسلم والمجتمع غير المسلم يصور له إنه هذا هو الإسلام ده جريمة كبيرة ولا ما كبيرة بل هذه أكبر من الأولى كونه يصور للناس إنه الدين تخص الجامع در تنصح الناس جبلوا منك جبلوا ما جبلوا تجر سكينك وتطعنوا هذا الدين يأتو دين من الأديان أمر بهذا إن صحة نقول أديان وإن كان الدين واحد ما في شريعة من الشرائع أمرت بقتل المدعوم الناس اللي انت بتخيش عليهم في الجامع ديل در تدعوهم انت صح در تدعوهم في دول در تدعو بتكتلهم در تدعوهم من تأصل ده مش وهم وهم مرض ديل ناس بلوة وسبة والآن صاروا بإسم الدين يطعنوا في الدين الإسلامي والله أحيانا إن انت تشك فإنه اللي يعملوا العمائل دي ما مسلمين أصلا لهم تشك أحيانا إنه ديل ما مسلمين ولولا إنه قالينا في التاريخ الإسلامي إنه في ناس انتسبوا للإسلام وارتكبوا تصرفات زي دي كنا والله نشك نقول إنه ديل ما مسلمين أصلا وإن كان بعض أهل العلم يقول ديل ما مسلمين اللي بيعملوا عمائل زي دي في التاريخ الإسلامي زمان ابن خباب الصحابي ولد خباب ابن الأرط عبد الله ابن خباب لقواه الخوارج زي زي ده زي ده لقواه قال لو حدثنا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث اختار له حديث بيش بهمهم بتكلم عنهم قال له حديث سمعت من أبوك سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام قال له ستكون فتنة فكون عبد الله المقتول ولا تكن القاتل أو شكث له وقلوا دم جارج والنهر زي شراك النعل زي شراك النعل جوه النهر وسألوا مرة شرطوا بطنة وطلعوا جنين منها وهي كارة حبلة وده السوق اللي خل علي بن عبي طالب رضي الله عنه يعلن عليهم الحرب وقتل الخوارج واستأصل شأفتهم لكن ورد الحديث عن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الخوارج يخرجون من أصلاب الرجال إلى يوم الدين ما بنتهو يتقال بنتهو ما بنتهو الفكر ده قاعد في الأمة كل مرة ينبط من جديد وينصر بثوب جديد وباسم جديد وهذا الفكر خطر على الإسلام أنتبه نحن بنتكلم عنه ما منطلق سياسي نحن ما عندنا علاقة مع السغل السياسي ولا كلام شأن بكنا ينصروننا في جريدة ولا بنتكلم لوجه إنسان معين إنما نتكلم دفاعا عن الدين الذي أساء إليه هؤلاء دي تصرفاتهم دي تصرفات بسيء للدين الإسلامي وبشوي صورة السلفين يا أخي النازل لو هم بيجي بقولوا نحن قوارج ونحن مجارمة ودرنا لعب الدين ما سأل النوم ما كده المنتمع عرفه لكن بيجي بقول لك ده المنهج السلفي زي بتاعين داعش زي بتاعين داعش يجيبوا لك نص من كلام ابن تيمية كوز دارين يتلبسوا بيصاب ابن تيمية عشان يشويه صورة شيخ الإسلام الذي هو رمز من رموز الدعوة السلفية التي تتسم بالعلم والعدل وتتسم بحب الخير للناس وتتسم بالدعوة الصحيحة النقية ورد الباطل ومحاربة الشر بالكلمة بالحج والبيان من الكتاب والسنة دي دعوة نحن دعوة قائمة على مجادلة الخصوم أيًا كانوا بالكتاب وبالسنة قال تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن قال تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منه نحن بالماقش الدعوة السلفية ما بتنطلق من حرب ولا بتشون حرب على المجتمع ولا بتقتل الأبرياء في المساجد ولا في غير المساجد الدعوة السلفية بريئة من ده كله بريئة من كل هذه التصرفات ما يوم من الأيام تظن إنه السلف ممكن يخش مسجد مش يضرب ناس لا مش يعتدي على زول بعصايا ولا عكاس ولا بسكين لا لو إمام المسجد قال لك ما تتكلم ما تتكلم دي مسألة شرعية ودي من الإخطاء الارتكب الزول ده الإمام بتاع المسجد هو المسؤول عنه ومن ناحية قانونية إمام المسجد لا والحق في إنه يقاضيك لو أنت تكلمت بغير إذنه عنده الحد عشان كده إمتى جدت تقدم موعظة للناس من الكتاب والسنة بتستازم من الإمام أزل لك أتكلم قال الله قال رسول الله هذا حلال هذا حرام الأدل على كده جادل المجتمع بالتي هي أحسن وبالكلمة الطيبة بالكتاب والسنة نفعت الحمد لله ما نفعت أمس الخصبت عليك وليس لك الحق إطلاقا إطلاقا فإنك إنت ترغم الناس ترغم الناس بالقوة يا تسمعوا لي يطعينكم دا دين مين دا يا تدين دا وبالتالي هؤلاء الظلمة الذين نسبوا هذه الأفاعيل القبيحة للمنهج السلفي نقول لهم نلتقي أمام الله عز وجل يوم القيامة والله الموعب نحن الشلف رقبتنا بنعفو لكن في دين الله وكون الزول ينسب للدين ما يشوي به الدين دا والله نلاقيك بعدين قدام الله يوم القيامة الجرائد اللي بتكتب صحيح للإعلام اللي بتتكلم يقول لك دا للسلفين دا لما السلفين دا التكفيريين الناس ما عندهم دعوا أصلا ما بيقدموا المتهم مع دعوة نحن اليوم من الأيام جئنا ذا الحلقة هنا بعكاكز قلنا لك شوف والله ما تقبل كلام دا تدق عكاس في عضانك دي حتى أزول حتى تقول له دول كلام زيدا بني نتكلم آية وحديث والمؤتمع بيسمع قال للكلام دا ربنا هداه له وفتح له قلبه وصرح له صدره ونفع معه الحمد لله قال لي ما نفع معه بشين نعلاته وبيمشي فوت ما سألهم بنجي في الجامع بننظم عجبك الكلام اسمع ما عجبك شين نعلاتك وامشي لكن الأفعال القبيحة المسينة المسيئة اللي بيعمل فيها التكفيريين لا علاقة لها أصلا بمنهج السنة والجماعة ولا علاقة لا بمنهج الإمام محمد بن عبد الوهاد ولا ابن تيمين ولا الإمام مالك ولا الشافعي ولا أحمد بن حنبل ولا الإمام الطبري ولا واحد من أئمة الإسلام وأئمة الدين ما عندهم علاقة معه بكل أفعال تكفيريين أتباع الخوارج نزع عبد الله بن سبع اليهودي وغيرهم من أعداء الدين الإسلامي ده تعليق أنا حبيت أنبه عليه لأن المسألة مهمة ومنتشرة بين الناس أسأل الله لي ولكم التوفيق السلام عليكم ورحمة الله